مولاتي خليني اشرح لك الموضوع والله العظيم انا واحدة مظلومة هل حكي كله كذب؟ قريت كل سطر بهالدفتر هويام مكتوب كل شي عن علاقتكن تعرفي شوهاد؟ هاي خياني لا ابداً وحيات عمر ولادي الأربع مولاتي ما صار شي انا ما اخنته لمولاي السلطان بحياتي كله ما اخنته شو المكتوب هاد لكان؟ ليو انا ويا ربيانين سوا وقت المغول هجموا عضيعتنا اتلولي كل عيلتي وخطفوني ومعرفت عنه الشي ابداً فكرتوا نقتلوه وهو فكرني متت وبعد كل هالوقت رجعنا لتقينا لانه ليو صار رسام بالأسر تفاجأت كتير وقت شفته ما توقع هتشوفه طلبت منه انه يروح فورا حتى اني عطيته دهب مولاتي صدقيني كان بدي يروح منه اقسم بالله العظيم ما في الا عشق واحد ساكن قلبي وعقلي هو عشق مولاي السلطان سليمان وبس عشقك كله كذب يا هويام لا ابداً ما له كذب اذا حضرتك مو مصدقتيني سأليها للست فريال عم تقولي فريال مين بده يصدق واحدة مثله هون مكتوب كل يلي صار بيناتكن هويام مو بس الست فريال بتعرف براهيم باشا كمان بيعرف براهيم؟ ايه هو كمان بيعرف بموضوع اليوم بس حاول انه يستخد مورقة ضدي على طول كان عم يهددني انه بده يفضحني مع انه بيعرف شو صار بالضبط عايشني برعب ونزع علي حياتي وبتعرفي شو عمل كمان يا مولاتي راح سممه لليه المسكين وقتله واجبرني انه انا اعمل هاد الشي براهيم باشا كان بده يحملني الزمن بس لحتى اتعزم عاشتك بقى اروحي لو كان صحيح انه في علاقة بيني وبين ليو ما كان راح براهيم باشا لعند مولاي وفضحني قدامه بس كاتلي طلعي طلعي برا بس ما راح لي عنده لانه هو بيعرف انه انا مظلومة يا مولاتي اعمل تقلقي روح روشي مولاتي مولاتي مجبكي مولاتي بعت وراء الحكيمة فورا سلطانة شو صار لمولاتي سر يا خانم ما شفت إلا فجأة هيك وقعت يلا بسرعة سلطانة الأم رح تروح من بين يدينا فوتي أنا رح أحمله وحطه على الدخل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله يحميك ويحرسك يا رب الله يحفظك بسم الله عليك يلا بسم الله الرحمن الرحيم امتشو هم تعملي هاتي تركي من ايضي سلطانة الأمة قوم بالسلامي تعالي لعنده واتلبيه منه أهم قللك تركي درة هاتي لشوف سيد الدراب خير شو اللي عم يصير ما تخلك روح شوف شغلك طلعوا لبرة بعد وقت انت كمان ممنوع حدا يجي على هالغرفة لو سمحتي رجعي عجناحك انا ما اجيت من شان السلطانة انا اجيت لأحكي معك يا حرام شوفي كيف السلطانة اللي ام مبين على وجه انه عم بتموت ولا شو رأيك انتي انا شايفة انه رح اطيب الواضح انه ما رح اطيب هي مرة كبيرة يعني رجلة والقبر واذا مو اليوم فبكرة او بعده بالكتير تعرفي الموت حق عالجميع مو هيك سلطانة قليلي شو بدك ورجعي على جناحك بالاول بدي يقلك شغلي بس السلطانة الامة تموت شو حيصير مو رح يتغير كل شي هون واحدة غيره حتدير الحرم لك وهالوحدة مين هي؟ ناهي الدوران؟ ولا واحدة مثلي عنده ثلاثة امراء يا سدرة وقت بده يجي هاليوم انتي شو رح تعملي بحالك بقى؟ ما رحي ترضوكي اليك اول واحدة؟ لوين بدك تروحي؟ مو لازم تكوني مأمنة حالك؟ معقول مو فكرة بهالشي؟ درّة خانو اذا بدك انا رح ساعدك لحتى تكوني مرتاحة ومبسوطة مولاي السلطان هاديني مزرعة بتستلجة ومحدة بيعرف بيش اذا بتعملي اللي رح قلك يا رح تكون قلك وبهالحالة حتكوني عايشة مرتاحة من دون ما تكوني بحاجة تخدمي اي حدا فيك تفاهميني شو بدك تقولي؟ المطلوب منك انك تعطيني هداك الدفتر بس يا سلطانة أنا سمعي لا تستعجلي بقرارك فكري منيح لانه هالعرض صعب ترفدي وانتي مرة كتير واعية بتوقع حيكون قرارك صح يا خي امي 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 أنا اشتقتلك كثير أنا اشتقتلك كثير السلطان الأم عم بيقولوا إنه فاقت أسمى شو اللي ساير؟ مظبوط حكيها؟ مظبوط يا سلطانة، سلطان الأم فاقت من شوي وعم يقولوا إنه طابت كثير منيح فرحت إنه طابت شو رح تعملي يا سلطانة؟ لهلأ معرفاني هي اللي بعرفوا أني لازم أخد الدفتر قبل ما تطيب لأنه ما حدا حيرحمني، يمكن عم يفكروا يبعدوني عن ولادي كمان أعملنا المستحيلة نقدر نعرف ونمخبيينه ويقام دور عليه بكل مكانه ملا أشي تقولي خفوه؟ دور يا خانو؟ السلطانة الأم قالت إنه بدا تشوفك ضروري معقول بدا تشوفني؟ معقول بدا تشوفني؟ أحسنت درا تشوفني في مكانة عن قريبك تشوفني أستاذ درا تشوفنياخ فكرت بالعرض يلي قلتلك عندها؟ تشوفني أخذي أخذي؟ جاهزت لك سكة الملكية فيك تيجي وتأغذيه إمتى ما بدك درّ خانو أنا بحبه للسلطان ما رح أسمح لوني بعدوني عنه وما رح أستسلم ورح أعمل جهدي لحتى أطلع من هالمشكلة اللي أنا فيها تعرفي ليش مخايفة؟ لأنه نكتير ظلموني حتكوني متلون خلينا نروح سلطانها مولاتي الحمدلله على سلامتك قربي يا هويام بدي أحكي معيك عم اسمعك يا سلطانه رح أقلك كلمتين وبس يا بتروحي من هون يا بتستني موتك على أيدي كيف بدك يعني روح وأترك أولادي؟ محمد ومريم وسليم وبيزيد شو رح يصير فيهم؟ ليش أنا بقدر عيش بدونهم لحتى أتركن؟ مو معقول مو هيك؟ مستحيل ساوي الشي بديك تبعديني عن قصري وعن أولادي أنت كيف بتقدري تعملي هيك؟ لو كانوا بيهموكي عن جد ما كنتي بها الموقف هاد هاللأ سلطانه شو قرارك هويام؟ قولي بسرعا يا الله بدي السلطان سليمان هو اللي يحكم علي لأني بوسق كتير بعدالة مولاي السلطان وحتى لو قرر يقتلني وقتا رح احترمه لها القرار ورحكون ردياني بكل شي بيجي من السلطان وموافقة علي أنت اللي اخترت يا هويام حبي تساعدك رغم العداوة اللي بيننا بس أنت ما عم ترضي بهالشي أنا مو حابة إنو أزيكي بس أنت هيك بتكوني عم تغامري بعمرك أنا عملت يا اللي علي وخيرتك روحي هلأ من خلقتي روحي هلأ من خلقتي تفضل تفضل خير صد الرعا سلطانة هويام جيت لأنه سلطانة الأم أمرتني شو صار؟ كمان هلأ بدياني؟ لا سلطانة بس الحراس عم يستنوكي قدام الباب في عرباية جاهزة برا أجت مش هنتاخدك رجاء تنزلي من دون مشاكل وخلينا نحل هالقصة بيدوق يا سلطانة لأنه بصراحة أمرتنا السلطانة الأم إذا ما طلعت إلى وحدك رح نطالعك بلوة وانتي فعلا بدك تعملي هلشي وحتنفزي هلأمر يا دره ألحب تشوفيني قبل ما تروحي وأنا بتشكرك لأنك قبلتي وإجيتي لعندي أجيت مشان ما تبهد لي حالك أكتر من هيك احكي شو بدك مني شو بدك تساوي لو ما رحت يا مولاتي وقتها رح أكون مضطرة أعطي الدفتر للسلطان لحتى أخلص منك عن أي دفتر عم تحكي مولاتي السلطانة؟ لا تكوني بتقصدي ها من وين جبتي؟ شلون وصل الدفتر لأ إيدك؟ إجيتي مشاق نفتي الأمر يا دره لا يا سلطانة هذا اللي طلبتي ها هاد صف ملكية المزرعية اللي وعدتك فيه شكرا لأنك ساعدتين لا تأكلهم أبدا بوعتك الموضوع رح يبقى أسر بيني وبينك الظاهر كتير مستخففيني يا مولاتي شلو موصل لهون؟ أكيد سرقتي أي ممكن هيك بس ما كتير مهم المهم هلا أنه ما بقى فيه شيء تأكدي ضدي للسلطان ما رح يتغير شيء بدي أقول كل شيء وأكيد رح يصدقني وبدون الدفتر كمان تهمي كبيرة كتير هي يا مولاتي لازم يكون عندك دليل؟ وأصلا جلالة السلطان ما رح يصدقك أبدا لأنه بيعرف أنه أنا وياكي مو صحاب بنوم وبيعرف أنه أنت ورا موت لحسان وكمان جاريتي ترجمة نانسي قنقر سويت اللي قلتلك عليه ألفا؟ سويت اللي قلتلك عليه ألفا؟ الله يخلي لي ياكم ما شاء الله عليك شوحاليان أممممممممممممممممممممممممممممممم princeين مم شوحالي موسخل كسر blir لم ستاؤند while鏡 بت掌控 ممشق لدي أين أمممم دعوني مولاي حياتي بدونك مائلة معنا وبعد ما رجعت روحي رجعت لي مولاي لو تعرف قديش مشتاقة ضمك هويان كيفك شو صار معكم بغيابي؟ بعرف انك انت خايفة علي كتير ما؟ مولاي خلينا نحكي بهالموضوع بغير وقت انا هلأ كتير مشتاقة لك ما بتعرفي قديش بكون مبسوط لما بشوفك هيك عم تضحكي المهمي اللي جوها القلب انا من جوها كتير متضايق ليش بقى؟ انا كنت نادرة ندر مشان ترجع لنا بخير وسلامة من الحرب اللي كنت فيها كنت ناوية اعمل حمامات بالكعبة الشريفة مشان الناس تستفاد بس السلطانة الام قالتلي انتي في عندك وضع خاص ولازمك فتوى من الشيخ امت بعدت رسالي للشيخ بس شيخ الاسلام ابن كمال ما رضي ورفض طلبي قال لي كل الجواري يعني يلي موجودين هون بالحرملة وطبعا انا واحدة منهم ما بيصير يعملوا هيك شي وانا من وقتها كتير مزعوجة الموضوع مو مستاهل ما قولت تدايق من شان هذا الشي ما في داعي تزعلي واذا هي رغبتك فانا بعطيك الازن لتساوي كل شي بالدك ممنوع هالشي ما بيصير بضل جارية الشرع مانعني مستحيل قدر ساوي شي لحتى تكون مرة حرة اذا هدفك من هذا الموضوع كله عمل الخير فلازم تعرفي انا اكيد رح ادعمك من اليوم انت حرة ياهو يام من اليوم ورايح ما حدا رح يقلك انك شارية ياهو يام سليمان ما بتعرف قديش فره دي لو تبقى معي كمان شوي لازم روح شوف ست الكل عم تستناني طيب لكن رح خليهم اليوم يعملوا عوامة ويوزعوها عن ناسي اللي بالقصر وشو المناسبة؟ المناسبة اني صرت مرة حرة مو مستاهلة مولاي هذا اليوم كتير مهم هلأ فين يساوي اعمال خيرية بالكعبة الشريفة مشان الحجاج يستفادوا وكمان يدعو لك وبس تسمع السلطانة الام رح تنبسط وتباركي درة خانو سلطانة هويام بدي ساوي مشاريع خيرية بالكعبة الشريفة مشان هيك بدي ياكي تفضيلي حالك هاليومين هالشي بيجوز طبعا بيجوز يا سدرة انتي تطمني اليوم الصبح مولاي السلطان عطاني حريتي وعتقني انا هلأ مو متلكم ماني جارية هل شو عم بتقول؟ عن جد هالشي في شي مو مزبوط ما بصير مستحيل يكون مزبوط انا ما فهمت اللي قلتي شو يعني حرة والله رب العالمين بيعطي كل واحد على حسب نيتو خبرولي شكري خليه يوزع على كل الناس عوامي وعصير يا سمبول سلطانة هويام وزع هدول على البنات وغير هيك ياللي عنده طلبات يطلبها مني لانه اكيد رح نفزله يعني الله يطول عمرك يا سلطانة الله يخليكي ويوفقك يا سلطانة سلطانة شلون قدرتي تساوي كلاشي ليه؟ يعني شو اللي عم يصير حتى السلطانة القوم بكل قوتها ما قدرت توقف بيه الشك ويقام هاد ولا الشي لسه الخير لقدام رح خليه نشوفه مني العجب كيف يعني؟ سلطانة هويام شو بدك تساوي لسه؟ مولاي باشا كيف صحتك؟ من وقت طويل ما عشفتك منيح يا سلطانة وحضرتك نشكر الله يا باشا اليوم انا كتير منيحة مولاي حكيت مع السلطانة لامه وقلت له انه انا صرت مرة حرة؟ حكيت اعتبري هذا الموضوع من تي موسيقى 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 موسيقى